ليست وليدة العصر بل هي تركة الأجداد وخبرتهم العطارة العربية وهي جزء من الطب البديل وجزء من موروث البيوت العربية فهل تصلح لعلاج جميع الأمراض؟ الطب الشعبية طب تقليدي متوارث عن الآباب والأجداد زمان ما كان فيه أطباء كانوا أقل ومعدودين على الأصابع الموجودين فيه أربد فكانت الناس كانت تداول بالطب الشعبية فكثير منعرف أن الناس كانت بالبادية تروح عند البدو أو تروح عند الطباء مثلاً اللي بدوا يتعالج يروح على فلسطين أو يروح على بيروت أو ينزل على الشام حتى يتعالج فهي كمهنة مهنة قديمة من تاريخ ما وجدت البشرية أن وجد الطب التقليدي والطب الشعبي لأنه وجدت هاي الممارسات والخبرات هاي تراكمية مدار الأيام والسنين الطب البديل والطب الشعبي هو رافض للطب العلمي أو الصح يعني وهو جزء لا يتجزع منه لأنه معظم النباتات يعني الأصل هي اللي بتسهم وتوجد الأدوية لكن ليس الآن لا نستطيع أنه إحنا نستخدم كل النباتات هاي لنفس العلاجات لكل الأمراض ما بتقدر تعطيه أي نبات تعالج كل النباتات لمرض واحد معين كل نبات له خواصل علاجية وكل مرض كمان بيحتاج إلى يعني عناصر نباتية ومواد تساهم في علاجه موسيقى